تقوم مدرية الزراعة بمحافظة سهاج بجهود حثيثة لمتابعة المحاصيل الشتوية مختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وعلى رأسها المحصول لاستراتيجي الأول محصول القمح حيث تبلغ المساحة المستهدة بزراعتها 200 و 10 ألاف فدان داخل زمام المحافظة وتقوم إدارة الإرشاد الزراعي بمدرية بعمليات المتابعة المستمرة من خلال زيارات المهندسين والمرشدين بالمدرية والإدارات الزراعية لمعينة الزراعات على الطبيعة نتابع معكم هذا التصريح جهود كبيرة تقوم بها مدرية الزراعة بمحافظة سهاج لمتابعة المحاصيل الشتوية بقرى ومراكز ومدن المحافظة والتي على رأسها محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول وذلك من خلال إدارة الإرشاد الزراعي بالمدرية صرح بذلك المهندس السيد عبد المجيد مدير إدارة الإرشاد الزراعي حيث أكد أن المساحة المستهتف زراعتها من محصول القمح هذا العام هي 210 ألف ثدان داخل زمام المحافظة وأن إدارة الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الحملات القومية للنهض بمختلف المحاصيل الشتوية تقوم بعمليات المتابعة مع المزارعين من بداية الزراعة وحتى حصاد وجني المحاصيل المختلفة نحن عندنا في المحاصيل الشتوية طبعاً عندنا المحصول الرئيسي والمحصول الاستراتيجي الكبير اللي هو محصول القمح نحن في الفترة ديهية نتابع محصول القمح بالفحص المستمر اكتشاف الأصداء اكتشاف الأمراض اكتشاف الحشرات نحن حالياً كل يوم عندنا ندوات عندنا مرور عندنا ندوات حقلية عندنا متابعة للمحصول باستمرار لأن محصول القمح طبعاً أهم محصول يمكن في الزراعات كلها وفي المواسم كلها ونحن الحمد لله عندنا الكوادر موجودة عندنا المهندسين عندنا الدكاترة عندنا البحوث معنا على طول باستمرار نتابع محصول القمح نتابع محصول الفول البلدي فول البلدي برضا كي تكون محصول منزرع منه مساحة كبيرة في السواج كمان عندنا محصول البصل اللي هو محصول أساسي في السواج محصول التوم المحاصيل دي محاصيل مهمة جدا بالنسبة للمحافظة وحاليا يعتبر الزراعة أهم شيء عندنا لأنه عندنا أفضل استثمار التضح أنه أفضل استثمار والاستثمار الزراعي في سواء مساحات الكبيرة للسادة الزراع أو المساحات الصغيرة التي هي بتاعة المزارع الصغير دي موجودة على طول وإحنا بنتبعها على طول يعني النهاردة كان عندنا ندوة عن محصول القمع محصول القمع ده أهم محصول عندنا عندنا المساحات المستهدة فكانت حوالي 210 ألف فدان إحنا وصلنا حوالي 171 ألف فدان وممكن المساحة تكون زيد لأنه منتظرين الحص الفعلي فإحنا المحاصيل ده موجودة والزراعة موجودة وبنتابع باستمرار أي ملاحظة أي شكوى من أي مزارع في أي مكان الإرشاد الزراعي بيكون موجود والإرشاد الزراعي هو المتواجد على طول مع المزارعين هذا وأكد عبد المجيد على دور الإرشاد الزراعي في متابعته المستمرة مع السادة الزراع للرد على كل الاستفسارات وإصدار التوصيات الفنية منذ الزراعة وحتى جني المحاصيل وذلك من خلال المرشيدين الزراعيين بالمدرية والإدارات الزراعية من داخل مدرية الزراعة في محافظة الصهاج ون معكم هندي فوزي وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة